بسم الله الرحمن الرحيم أنواع البيانات الإحصائية في عندي نوعين بيانات إحصائية وصفية وبيانات إحصائية كمية طبعا وضح من الكلام وصفية يعني بيبقى فيها كتابة كلام يبقى مثلا أسامي يبقى صفات يبقى أسامي بلاد أسامي بني أدنين نمل بيانات إحصائية الكمية بتتكلم على أرقام البيانات اللي فيها أرقام دي بنسميها بيانات إحصائية كمية طب استمارة البيانات ايه هي هي استمارة تتضمن مجموعة من البيانات الوصفية والكمية فيها النوعين البيانات اللي احنا قلنا عليهم الاستمارة ببقى ايه استمارة مكونة من البيانات الوصفية والكمية بتخص شخص معين او شيء معين لو ايه لو انسان واحد بس اللي بتكلم عنه طب لو مجموعة اشخاص بقى مجموعة بيانات وصفية وكمية بس نتكلم بهم على ناس كتير عدد من الأشخاص أو عدد من المؤسسات يبقى دي اسمها بقى قاعدة بيانات بجمع مجموعة بيانات متكلم على بيانات كتيرة لناس كتيرة توبقى دي اسمها قاعدة بيانات تجميع البيانات الاحصائية الوصفية وصفية بقى زي ما في المثال هنا تقديرات جيد 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 جدا مقبول امتياز مجموعة تقديرات يبقى دي بيانات وصفية انما لو بيكلم بقى على الدرجات نفسها جايب عشرين درجة تلاتين درجة خمسين درجة. نتكلم على درجات او اعداد. يبقى دي بيانات ايه بقى ايه? كمية. هنا در ايه بنتكلم على التأديرات لاربعين طالب. مكتوبة قدامي اللي هي جيد جدا جيد مقبول اربعين طالب اربعين تأدير. عايزين بقى نجمعهم في جدول. يبقى هنكتب في الجدول ده ايه? المجموعات. المجموعات اللي عندي اللي هي التأديرات. عندي كم تأدير? مقبول جيد جيد جدا ممتاز. يعني اربع تأديرات. اللي بقى المجموعات اللي عندي اربع مجموعات. اللي هما الاربع تأديرات اللي عندي. طب العلامات بقى اللي هي الشورط اللي احنا بنكتبها دي. بعيد عندي كام واحد جايب مقبول. لو عدينا كده وبنشتب على اللي احنا بنعده كل كلمة مقبول بنعدها بنكتب قصادها شرطة. او علامة. طلعوا عندي تسعة. فهكتب في التكرارات تسعة. يبقى كام واحد جايب مقبول تسعة. طب جيد هنشتب على كل كلمة جيد شايفينها هلا اني هعمل اربعتاشر علامة يعني هكتب عدد اربعتاشر في التكرارات جيد جدا برضو هنشتب على كام واحد جايب جيد جدا هلا اني شطبت حداشر مرة يعني عملت حداشر علامة يبقى هكتب حداشر في التكرارات والممتاز طبعا برضو نفس الفكرة هشتب ست مرات على كلمة ممتاز يعني لقيتها ست مرات يبقى هكتب ستة علامات وستة في التكرارات نجمع بقى التكرارات لازم لما اجمعهم عشان بتأكد بس ان المجموع بتاهم لازم يطلع عربعين نتفقنا ان هو من البداية قال ان اربعين طالب يبقى هجمع كل اللي موجود في التكرارات هلاقيهم اربعين كتبت الجدول بالعرض بقى بشكل تاني شلت منه العلامات يبقى المجموعات اللي هي مقبول جيد جيد جدا ممتاز المجموع طبعا اربعين والتكرارات اللي هي الاعداد بتاعتهم اللي هي التسعة 14 11 6 اللي هو المجموع طبعا قلنا اربعين الجدول اللي تحت ده هو اللي ايه اللي لو حبيت اعمل وتمثيل بقيني هنشوف بعد كده في الدرس اللي جاي هو ده اللي انا بناء على الجدول ده اللي هو اللي بالعرض اللي باللون اللي اغدر اللي قدامي دروقتي هنا بقى بيسألني عليه اسئلة برضو يبقى انا كله من الجدول ده ما اكثر التقديرات شيوعا يعني ايه الرقم الكبير في دول طبعا 14 هو بيسأل على الرقم ولا على التقدير بيسأل على التقدير يبقى جيد هو اكتر ناس جايب ايه جايبه جايد يبقى اكثر التقديرات شيوعا او اكتر التقديرات شيوعا هو ايه هو جايد والاقل هنبص على الرقم الاقل اللي هو ستة بتاع مين بتاع الامتياز او بتاع ممتاز يبقى ممتاز التقدير ممتاز هو اقل التقديرات شيوعا نتكلم بقى على البيانات الكمية طالما نتكلم على أعداد يبقى أكيد في قوانين القانون الأولاني المدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة يبقى القيم أو الدرجات الهيدهالي هشوف أكبر قيمة فيهم دايما وأصغر قيمة واترحهم من بعض يبقى ده المدى عدد المجموعة بقى المدى اللي احنا جبناه دوت على طول المجموعة طول المجموعة غالبا احنا اللي بنختاره هعمل مجموعة من خمس أرقام من عشر أرقام من خمستاشر رقم أي من ستة أرقام من سبع أرقام على حسب هنا بقى مديني في مسابقة لاجتياز اختبارات القبول في إحدى الكليات العسكرية كانت أطوال تمانية واربعين طالب من الطلاب بالسنتيمتر دي أطوالهم جبنا تمانية واربعين طالب وحسبنا طولهم إثناهم لقنا دي أطوالهم مية خمسة وسبعين مية تلاتة وتمانين سنتيمية تلاتة وستين سنتيمتر وهكذا طيب أنا هعمل جدول بكل الكلام ده طيب إفرد مش تمانية واربعين طالب إفرد ميتين ولا خمسمية هعادة أكتب الكلام ده كله في جدول لا بنعمل إيه؟ بنشوف أقصر واحد وأطول واحد أصغر رقم وأكبر رقم لقينا أن أطول واحد كان مية خمسة وتسعين أصغر رقم عندي مية خمسة وخمسين نطرحه من بعد ده المدى يبقى المدى مية خمسة وتسعين نقص مية خمسة وخمسين يعني أربعين الفرق ما بيني الطويل والقصير أربعين سنتيمي طب أنا هختار هنا بقى لأن الرقم أربعين ده بيقبل إسم على خمسة فأنا هختار طول المجموعة خمسة ليه؟ علشان لو أسمت أربعين على خمسة يبقوا تمانية يعني هعمل تمن مجموعات فهمنا إزاي بقى عدد المجموعات؟ بناء على الرقم اللي وصل أربعين لو أسمت على خمسة بيقبل إسم على الخمسة حد يقسمه على أربع يقبل إسم على أربع يبقى هنعمل عشر مجموعات لو أسمت على تمانية يبقى هعمل خمس مجموعات وهكذا يبقى أنا بقسم المدى اللي هو الفرق ما بين الطويل واللصير الكبير والصغير في الأرقام بقسمه على إيه؟ على عدد يكون بيقبل الإسم عليه ليه؟ علشان أشوف هعمل كم مجموعة طب المجموعة الأولى اللي هي من مية خمسة وخمسين ميةستين ما احنا اتفنى ان طول المجموعة يبقى خمسة 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 سنتي يعني ما بين المية خمسة خمسين للمية وستين سنتي في كم واحد اللي هو مية خمسة خمسين مية ستة خمسين مية سبعة وخمسين مية تمانية وخمسين مية تسعة وخمسين كل دول فباشتبق عليهم كل اللي بيقابلني طوله مية خمسة وخمسين او مية ستة وخمسين او مية سبعة وخمسين او مية تمانية وستين مية تراتة وستين مية اربعة وستين. الخمس اطول دول من مية وستين لمية خمسة وستين. قبل المية خمسة وستين. طلعو ست. من مية خمسة وستين لقبل المية وسبعين. اهو المية خمسة وستين والمية ستة وستين والمية سبعة وستين والمية تمانية وستين والمية تسعة وستين. طيب من مية خمسة وستين لحد الاي المية وسبعين. طبعا قبل المية وسبعين. يبقى المية خمسة وستين والمية ستة وستين. 167 168 169 بقى في قبل الرقم اللي قبله طب من 170 لحد 175 او طبعا 174 اللي هو القبل 175 يعني هنعيد برضو من 170 لللي ايه للقبل 175 هلاقيهم 6 من 175 لحد 179 هلاقيهم 4 من 175 لحد 179 قلنا 4 من 180 لحد 184 هلاقيهم 6 من 185 بقى لحد 189 هلاقيهم 3 اخر حاجة من 190 لحد 195 هلاقيهم 8 8 طلع يبقى انا بعد من ايه وبشطب من الارقام اللي هو مدهالي نكون بقى جدول نسيبنا من العلامات اللي احنا عملناها ديت يبقى فيه المجموعات وفيه التكرارات هكتبه بالعرض بس المجموعات اللي هي من 155 لحد قبل المية وسستين من مية وسستين لحد 1995 يعني اللي قبله typical هم 164 يعني من 150 لحد اللي قبله على الطول 170 اللي هي مية تسعة ستين وهكزا دي ايه دي المجموعات والتكرارات الاعداد اللي احنا عدنا هم ونتأكد لو جمعتهم كلهم 9 زائ 6 زائ 6 زائ 6 زائ 4 زائ 6 زائ 8 زائ 8 لازم يطلعه 48 لو ما طلعهش 48 يبقى انا اعديت غلط في حاجة حسبتها مرتين او في حاجة محسابتاش خالص وهكذا. يبقى لازم اتأكد من العدد بتاعي من ايه? من لما بجمع التكرارات دي كلها لازم يطلع المجموع اللي هم دي. هنا بيقول لي عدد الطلاب الاكسر طولا. نبص على اكبر الاطول اللي هما من مية وتسعين لماية خمسة وتسعين دول اطول ناس. عددهم كام? تمانية. يبقى الطلاب الاكسر طولا هما اللي طولهم من مية وتسعين لماية خمسة وتسعين اكبر مجموعة من الطلاب. اطول مجموعة من الطلاب تمانية. ايه نسبتهم المقوية هما تمانية. من كام? من تمانية واربعين واحد. ما هو الطلاب كلهم تمانية واربعين? دي بقى تمانية على تمانية واربعين. طبعا هو اضرف في مية في المية علشان هتطلع عن نسبة المقوية بتاعته. طب عدد الطلاب بقى الاقل طولا. بس هنا الاقل طولا ايه? من مية خمسة وتسعين. ايه اللي اقصر من مية خمسة وتسعين? كم طالب? اللي اقصر من مية خمسة وتسعين اهم. المجموعتين اللي على اليمين دول اقصر من مية خمسة وستين اللي طولهم مية خمسة وخمسين اللي طولهم مية وستين اللي من مية خمسة وخمسين يعني الحد مية اربعة وستين المجموعتين دول تسع طلاب وستة طلاب يبقى خمستاشر طالب طب ده العدد نسبتهم بقى هم خمستاشر من كام دايما من المجموع اللي هو تمانية واربعين يبقى خمستاشر على تمانية واربعين طبعا بضرف في مية في المية عشان اجيب النسبة المقوية يبقى خمستاشر من تمانية واربعين يعني خمسة واشعة على تمانية واربعين. واضرف في مية في المية علشان اجيب ايه? النسبة المقوية.